آيفون وآيباد سامي هي مؤسسة أبل من أول ما انشئت بال76 كان تركيزهم دايما على يكون نظام مغلق يعني كل التقنيات والبرمجيات والقطع يلي بتمكنهم نستعمل آيفون اليوم نظام مغلق يلي أبل هي بتصنعه وبتجهزه بالطريقة كاملة وحتى التطبيقات اللي نستعملها مثل واتساب وإنستغرام وغيرها فيه إلى طرق معينة عن طريق الأب ستور أنه الواحد يستعملها بجهازه حتى لو كان مغلق بدل فيه شوية مشاكل مثلي اللي تفضلت فيها اليوم أنه فيه طرق معينة لاختراق لهذا النظام هذه طرق صعبة يعني منا كتير موجود يعني فيه غير سيستامات موجودة للتليفون اللي عم تستعملها غير أنظمة يلي أسهل اختراقها لأنه منا نظام مغلق مثل أبل نظام مغلق تبع أبل بيسمح لها تكون أمنة أكتر بس بدل فيها مشاكل مثل هذه التي تفضلنا فيها هلأ والطريقة الأبل اللي عم بتحاول أنه تحسن بهذا الموضوع اللي عملته مبارح أنه قالت أنه عم يعطوا هبت مكافأة مليون دولار أمريكي مكافأة مليون دولار أمريكي للأشخاص اللي عم بيقدروا يليقوا طرق لا اختراق للآيفون من دون ما يكون عندهم بيقدر يوصل للآيفون يعني فيه طرق اختراق للآيفون بس بدي يكون الجهاز معك بدي يكون غير مقفل بدي يكون فيك تشبك فيه شريط فيه طرق معينة هيك بسهولة اللي أصحب اللي عم تجرب أبل أن تنجسوا هي بهذه المكافأة أنه إذا بيقدروا أشخاص معينين يوصلوا لآيفون اختراقوا بطريقة معينة هل هذه الهبة أستاذ أيمن اسمح لي هي فرد للعضلات أمام قوة أبل أم هي تبحث بالفعل على ثغرات أمنية من خلال هذه الهبة التي تقدمها فيه أشخاص يلي هن اختصاصي أمن فيه ناس بيشتغلوا يعني بس يلاقوا ثغرات أمنية هن بيطبعهم منهم من نوع يلي بيأزي يلي هن بيهمهم أنهم لما يلاقوا هالثغرة الأمنية من جهة يعني هي طريقة معينة لهم بفرد زيتهم يحسوا حالهم أهم وأحسن وإختصاصي بالموضوع من جهة تانية هيده طريقة لأبل لأنه تجذبن لهيد الأشخاص وتكفئن لحتى يقدروا بكمية قليلة يعني المليون دولار هي كبيرة للأشخاص العادة بس كلفة اختراق وهالمشاكل بتكلفها أكتر بكتير لأبل فبهالمبلغ عم تدى تجذب هيده الأشخاص الهن اختصاصية لا يكون فيه عندهم أول شيء طريقة لا يتواصلوا مع أبل لحتى يخبروا عن هيده المشكلة وطريقة تانية كان فيه مكافأة معينة لأله ولكن اختراق هذا الهاتف وجهاز الآيباد إلى أي حد ربما يزيد حجم المخاوف والقلق من مستعملي مثل هذه الأجهزة برأيك هلأ كأقلق ومخاوف موجودة بس منا كتير كبيرة مثل ما هي موجودة خاصة أنه عم يضل فيه تطويرات دائما على يعني دائما فيه لما كنت عم تظهر المشكلة يعني إذا ظهرت نهار التنين نهار الخميس عم تكون الثغر هذه تسكرت إذا فيه حال فيه تجهيز هلأ موضوع وتاني شغل الاختراق عم يكون مش اختراق كامل مئة المئة عم تقدر نش تشوف الصور ومع مين عم توصلوا كل شي عم يكون اختراق جزئي يلي إذا تطور بعد أكتل أقدام بيصير اختراق كامل والثالث موضوع يعني إحنا فيه في فوق المليار مستخدم للآيفون يعني الناس بدأت تقصدك لو توصل لك سامي بدأت تكون بتعرفك وتعرف كيف توصل لك وتعرف تقصد وتاخد المعلومات المعينة هذه دي منها ووجودة لكل الأشخاص يعني هل درجة الاهتمام بالهاتف الخاص سيد أيمن ما التحوطات التي يجب على كل مستخدم أن يقوم بها في ظل كل هذه المعطيات السؤالك بمحله سامي لو أنا بشوف في كتير من الناس أنه إذا اشتروا جهازهم من سنتين لأهلأ جهازهم بنبههم بيكون في تنبيه أنه فيه تطوير جديد للبرمجة وهن مش عم بيطوروها يعني هن هي كبسة على التليفون هي التي تسمح البرمجية جديدة تكون موجودة هاي البرمجية جديدة فيها ثغرات دائما أمنية عم تتسكر فيها فأفضل بكتير لما يكون فيه كبرمجية تطورت والجهاز الآيفون دائما بيخبرنا أنه فيه عنه فيه أنظمة جديدة نزلت بيكون فيه عليها أبديت أكيد نعمل على سعيد المنظومة كأبل وكمان إذا عنا نحن مساعد واتساب وإنستغرام وفيسبوك وغيرا من تطبيقات كمان هول دائما بيكون في عندهم تطوير لها برمجياتهم من ضمن خصائص الجديدة ومن ضمن كمان أكيد كثغرات أمنية فهي بس يعمل واحد تحديث له كتير بتساعد أنه تحميل هالشخص يعني مثل هذه الاختراقات سيدا أيما إلى أي حد ربما تدفع إلى منافسة شركة مع شركات أخرى وبالتالي المستخدم يصبح يبحث عن بداء الأخرى غير الأبل هلا كبداء الأخرى عن الأبل هي كأنظمة أندرويد سامسونج ومؤسسة هواوي وغيرها والجي ويلي عندهم يعني هول كنظامين أساسيين يلي أكتري تناس عند استعمال لها بس بالأنظمة التانية بالأندرويد وغيرها الجي وسامسونج وهواوي كل واحد عنده طريقة معينة لإستعمال هذا المنظوم للأندرويد عنده فهذه طريقة لإستعمال تخليه كنظام مفتوح أكتر أكتر من أبل أبل هي مؤسسة وحدة وهم مصررين من 76 من أول ما أنشأوها من قبل ما يعملوا تليفونات حتى أنه بدون يتحكموا بكل شي الأنظمة أندرويد مفتوح أكتر وفيه خصائص تانية التي تساهم فيها أن يكون مفتوح بس يأتي مع مشاكل أمنية بس بالحالتين بالأبل وبالأندرويد دائما في تحديثات للبرمجيات التي تساعد معمولي لتسكّل هذا الموضوع فهي مسؤولية علينا كأشخاص دائما يكون في نعمل تحديث لهذه كبرمجية شكرا جزيلا لك سيدة إيمان ناعتاني الخبير في تقنية المعلومات حدثتنا من بيروت